شدد المدير العام لأمن وشرطة ساحل حضر موت العميد مطيع المنهالي على رفع اليقظة العالية للتعامل مع أي تحركات مشبوهة وضبط العناصر الإجرامية والضرب بيد من حديد ضد كل من يفكر والاعتداء على رجال الأمن وكذا بدل المزيد من الجهد في خدمة المواطنين وحمايتهم جاء ذلك خلال كلمته في الطابور الصباحي لقوات أمن مديرية المكلة وأشاد العميد المنهالي بجهزية قوات الأمن بمديرية مدينة المكلة في تثبيت الأمن والاستقرار وملاحقة الجناة المجرمين المتورطين في ارتكاب الجرائم الجنائية وكذا دورهم في سرعة ضبط المجرم الذي حاول الاعتداء على الجندي البحسني أخذ سلاحه وأكد العميد المنهالي أن الأجهزة الأمنية مستعدة للتضحية في سبيل تثبيت الأمن والاستقرار والوقوف بحزم وقوة أمام كل من يسعى لاستهداف الجنود